يا صباح الرضا لماذا كنت أخذ أجازة أسبوعين كنت مع الأسرة في عيد الأضحى كل سنة والجميع بخير وكل سنة وأقرب إلى الله مكملين مع بعض رحلة التأملات في كتاب الله احنا وصلنا مع حضراتكم للآية رقم 62 و 63 من سورة البقرة زي ما احنا متفقين مع بعض احنا بنتقابل في وقت صلاة الجمعة لغاية ما السادة الكرام علمائنا في وزارة الأوقاف يأذنوا برجوعها خطبة الجمعة ثم بعد كده ان شاء الله نغير معاد الخاطرة خاطرة التأملات في كتاب الله نبدأ بالقراءة في القرآن ثم أنئل حضرتكم أقوال العلماء في التفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الآية رقم 62 إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية دي بتتكلم أن دعوة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت للعالمين ولكل العقائد اللي كانت موجودة وقتها إن الذين آمنوا أتباع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والذين هادوا أتباع سيدنا موسى أهل الكتاب وكانوا موجودين وقتاء حوالين سيدنا رسول الله يهود المدينة وكلمة هادوا أي تابوا وكان أتباع سيدنا موسى قالوا لربنا إنا هدنا أي تبنا إليك إنا هدنا إليك ومن هنا تسموا اليهود والنصارى أتباع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وسموا نصارى لأنهم نصروا سيدنا عيسى من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ومن هنا سميوا بالنصارى الصابئين هو كل واحد كان موجود قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل من دين إلى دين بحثا الحق لأن صابقة يعني غير دينه فانتقل من دين من عقيدة إلى عقيدة ثم يالصابق والصابقين فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء لجميع طواقف العقائد اللي كانت موجودة فربنا بيقول كل هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر والإيمان بربنا لا ينفك عن الإيمان باليوم الآخر الله موجود إذن إحنا في الدنيا علشان نتقل لاف بعض ونعبد ربنا سبحانه وتعالى ثم سنحاسب يوم القيامة على كل ده من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا العمل الصالح هو العمل المواثق للوقت فالعمل الصالح وقت الأدان هو الصلاة والعمل الصالح وقت وجود الضيف هو إكرامه والعمل الصالح في حضور الأهل هو برهم فالعمل الصالح هو كل عمل الله فرضه في وقت معي الساعة 9 الصبح العمل الصالح هو الشغل وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم الله سبحانه وتعالى وعد أن ما فيش حد هيعمل أي حاجة وربنا يفوتها ربنا في القرآن بيقول أحصاه الله ونسوه كل عمل صغير عملته سواء كان صالح أو فاسد مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى والأعمال الفاسدة اللي هي السيئات بتتمسح والأعمال الصالحة اللي هي الحسنات ما فيش حاجة في الكون بتمحوها إلا أنك أنت تروح عند ربنا كفرت بربنا وأنكرت وجوده ساعتها الإنسان بيحبط عمله لأنه رايح عند رب مش معترف بوجوده أصلا بعد ما يعرف ويتأكد أنه هو موجود فربنا بيقول فلهم أجرهم مش ممكن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخافه ظلما ولا هضما مش ممكن حتى باسم الله حتى سلامه عليكم اللي بتقولها للناس حتى الابتسامة اللي في وجهه وصباح الخير اللي بتقولها لأهل بيتك كل ده بيتكتب ويمكن ده يكون المنجي يوم القيامة لا تحقرن من المعروف شيئا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم لأن اللي بيحسبهم ربنا الحنين لأن اللي بيحسبهم عارف لما تقول لحد الكلام علينا احنا مش على ربنا أنا بتلكك علشان أسمحك أنا بتلكك علشان أقرب منك أهو ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى لو في أي فرصة علشان يديك أجر لو في أي فرصة علشان يسمحك اتخافش هتلاقي ربنا عمل فوق ما تتوقع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وبعدين يجي بقى البني إسرائيل تالي اللي حصل ربك بيقول في الآية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون اللي حصل إن ربنا طلب من سيدنا موسى إن يروح ويختار سبعين واحد من أصحابه عشان هنزل عليكم الطورة وبعدين سيدنا موسى راح وطلب من ربنا إن يشوفه وربنا قال له لن تراني وبعدين أنزل الطورة عليه رجع سيدنا موسى لقوم شايل الألواح اللي فيها كلام ربنا فلما رجع لقومه وشافوا الألواح بصوا فيها كده عارف لما تقول لواحد وريني أمقرة بني إسرائيل عملوا كده بالزبط لما نشوف مكتوب إيه في الألواح دي فبصوا كده فلقوا كلام مش على هواهم فقالوا لأ إحنا مش متطمنين إن انت تكون صادق إن دي ألواح ربنا إحنا مؤمنين بربنا وكل حاجة عارف التلكيك عشان ما يسمعش الكلام ما مؤمنين بربنا وكل حاجة بس مش متأكدين إن دي الألواح اللي نزلت عليك ممكن تكون تغيرتي فيها حاجة كما يقول المفسرون مع إن ربنا واخد منهم الميثاق إن موسى هيجي لي سيدنا موسى ومع سبعين واحدة نزل عليك ده نبيكم مش فاكرين ده اللي رمى العصايا بتاعته وإتقلبت للثعبان ده اللي دعا ربنا فنزل المن والسلوى ده اللي ضرب العصايا فنشق البحر عايزين إيه تاني فإذا بيهم يقولوا سيدنا موسى لا مش هنسمع الكلام احنا مش عايزين الألواح دي فإذا برب العالمين يعمل معجزة قدام عينيهم نطقنا النطق كلمة بتستخدم مع الزبدة لما تحط المعلاقة المغرافة في الزبدة كده وتطلعها من أصلها وترفعها كده ربنا رفع الجبل اللي هم كانوا عنده والطور ليه معنين إما جبل الطور اللي بتاع سيدنا موسى وإما أي جبل يطلق عليه الطور فربنا طلع لهم الجبل من أصله ورفعوا فوقهم كده وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة العلماء قالوا ما آتيناكم بقوة يعني بجدية هو إيه لنقص إيه لنقص ممكن عشان نقرب لربنا إنتوا يا بني إسرائيل كنتوا عايزين تقولوا سيدنا موسى خلي ربنا يكلمنا ويخاطبنا بوحي أهو الألواح ما بينكم ودي نبيكم اللي جاب لكم الألواح خذوا اهتموا بقى بالموضوع خذوا ما آتيناكم باهتمام وجدية بقوة واذكروا افتحوا ذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فإذا برب العالمين يرفع الجبل من فوقهم كده وفي صورة الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقكم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم لدرجة أن العلماء يقولوا فسجد بني إسرائيل على حاجبهم الأيصر أول ما شافوا الجبل ترافع فوقهم كده مسجدين وبصين على الجبل حسن يؤع فوقهم سجدوا على الحاجب الأيصر وبصوا بعينهم اليمين فوق أنا بأفصل لكم آية البقرة بآية الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقكم كأنه ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الآن دي بتفسر آية النهار وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم أطورة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد دي برضو مش عايزين يسمعوا الكلام وهنا فيه حتة مهمة فيه بعض أنواع الأزمات بعض مش كل بعض أنواع الأزمات بتحصد لنا بما كسبت أيدينا وتتقفل في وشنا السكك بسبب أخطاءنا لأن احنا ماشيين غلط وبيبقى قمة الرحمة الرحمة من ربنا هذا الحزم إنه يقفل السكة في وش لأن يماشي غلط مش كل ابتلاقات ربنا لأن يماشي غلط أو ربنا غضبان أو بينتقم مني بلاش الحصر ده لكن فيه بعض الأزمات واحد مفترع على خلق الله أو بيكسب ما الحرام أو غضوب غليظ ضراب شتام فمثلا يفقد أعز الناس ليه مراته ما تطقوش وينفصل جزها ما يستحملهاش وقول له خلاص كده حلو قوي يترفض من شغله لأنه كسول ومش عايز تحمل مسئولية وبينسب شغلة مش بتاعه ليه يحس بضيق شديد في صدره وإحساس بالوحدة لأنه ما بيصليش خالص فلما تحصل بعض الأزمات وترجع نفسك تلاقي غلطة كبيرة في حياتك دي رحمة من ربنا لأن ساعات كتير ممكن الإنسان يبقى وحش ويتساب له الحبل فيسدى إن وحشته دي مخليها الدنيا حلوة فبعض الأوقات ابني يلوم أبوه يقول له يا أبوه وانت ليه ما ضغطتش علي عشان هزاكر وانجح يقول له يا أبوه شدت عليها ومستقبلي ضاع أهو ساعات ربنا سبحانه وتعالى بما كسبت أيدينا تحصل لنا أزمات وده بتبقى من رحمة ربنا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمنع عبده من الدنيا وهو يحبه كما تمنعون مريضكم من الطعام والشراب خوفا عليه طبيعا الإنسان المفترد إن السبل تتقفل في وش عشان يراجع نفسه وساعات الإنسان مش بيتغير إلا لما يهد زي ما يقول لما يصطدم بالقاعة بسبب تصرفات كتيرة غلط ده اللي حصل في الآية دي قادي التوراة اسمعوا كلام نبيكم فيها جايد فيها إرشاد من الله زي تعيش وحياة مستقرة آمنة كريمة يلا بقى لا احنا مش مسدقين ومش مقتنعين بك يا موسى هو نبيهم فربنا يرفع الجبل ويتحط فوقه ما هيقع عليك حد يقول دي شدة مفروض ربنا يكلمهم بالراحم ربنا نحن بقلنا سنين بنعمل لهم معجزات فيطلع الجبل فوقهم كده فيسجدوا ويبصوا فوق كده كأنه ظل وظنوا أنه واقعا بهم خذوا ما آتيناكم بقوة بقى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ذكروا افتحوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك لما جالهم الألواح مع سيدنا موسى لفيها التوراة توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فذكر منقف الجبل الشديد ده أنه يقع عليهم أنه رحمة حتى يعلمنا الله أن ساعات الرحمة مش دايما طبطبة ساعات من الحزم ما يكون قمة الرحمة ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بل بالعكس ده هم هيقربوا لربنا دلوقتي بسبب الشدة اللي حصلت دي فلعل الإنسان لما تحصل له شدة في حياته ما يحصرش أن ده غضب من ربنا أو ما يحصرش أنه ماشي غلط بس يرجع نفسه لو لقى أزمة كبيرة في أخداءه أو في تصرفاته أو في سلوكياته أو في بعده الشديد عن أركان دينه وعن الصلاة مثلا لعله يتوب لربنا ويرجع ويكون اللي حصل له من أزمة سبب في التفات الحال ومراجعته النفس وتوبته إلى الله مرة جاية نحكي قصة أصحاب السبت لأن الآية اللي جاية ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين لكن مرة جاية إن شاء الله صباحكم كل خيرات وتيسير وبركة وهدايا من الله نشوفكم مرة جاية على خير السلام عليكم